لحيكون في تفجيرات إرهابية أكثر من السرطة بألفين وخمس طعام تشن حربها فتصل بنا إلى ما قلته إلى صلاح الدين بتعاون من الكرد والعرب السنة وذلك من أجل ضرب إيران وإيران ليس لها داخل شو عدها إيران يعني بالعراق وعلى هذا الأساس تركيا لديها انحصار في الاقتصاد تظاهرات كبيرة وزلزال إلهي يعني هزات أرضية ويكون يتعرض رئيس الوزراء إلى اغتيال حتى يقصى من حوله فينجو منه أو يموت لأن رأيتهم خضبا بدمه فعلى هذا الأساس كأني أرى نائحاتا عندهم عن قريب إن شاء الله أحسن دكتور يعني أبرز ما سيحصل في تركيا في 2016 انحصار في الاقتصاد تظاهرات هزات أرضية تعرض رئيس الوزراء لإغتيال يبيموت يبكون ينجرح ونائحاتهم عن قريب السعودية قد بالـ 2014 أنه سوف يتوفق الملك عبدالله بالعامد العزيز ومات وأبرز ما سيحصل في 2015 حريق أرامكو